السلام عليكم و اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناتي مطبخ ايما ناطف لو اول مرة تشوفيني مهتمة بالاكل الصحي اللذيذ و اكل الضايت ما تنسيش تشتركي بالقناة وتفعلي اول جرز عشان توصلك كل اشعاراتي الجديدة النهاردة بقى هقدم معاكم مكرمشات و كنت عاملة معاكم مكرمشات كتير قبل كده مكرمشات بالحمص خليا من الجلوتن و مكرمشات بذيئة دورة و مكرمشات بالشوفان حدقة المكرمشات دي اه بناكلها بتساعد على الشبع و الخساسين و كمان اولادنا بيحبوها وهي مغزية و لذيذة اه طبعا بتناسب كمان السكريين وبتناسب مرضى حسية الجلوتن لانها اه خالية تماما من الجلوتن تعالوا مع بعض نشوف طريقة و المكونات معايا كوبايتين من العدس الاصفر الكوب الواحد اللي هو بيبقى اه بيوزن متين جروم هضيف عليهم ميا كده وهسيبهم يتنقعوا اربع ساعات لحد لما بنلاقي اللون العدس بيفتح و بيبقى هاشش كده بيزيد شوية و معايا كمان اه التواب اللي هي هتبقى اه معلقة صغيرة بصل بودرة معلقة صغيرة طوم بودرة بابريكا فاصين طوم معلقة صغيرة ملح معلقة صغيرة زعتر معلقة فلفل اسود آآ التواب اللي جيبت تديها طعم حلو قوي بعد كده هصفي العدس بعد ما نقعته هضيف عليه كل التواب اللي قلنا عليها في الكبة او في الخلاط يعني لو ما عندكيش كبة ينفع جدا في الخلاط بعد كده هحط كوبايتين من المية تاني بعد ما نقعناه وصفناه هنحط بقى كوبايتين مية وهبتدي اضرب كل المكونات دي في الخلاط يبقى كوبايتين العدس عليهم كوبايتين من المية بنفس الكوب اللي عيرت بيه العدس هنضربه كده زي ما احنا شايفين لحد لما القوام ينعم تماما وهقول لكم بقى هنخليه ارمش ازاي بصوا بقى ناعمة هوت وده قوام مصبوط جدا في وصفات كتير عاملها بالعدس اه حلوة اوي اوي اه انا هحطها كلها في قائمة تشغيل واحدة وهحطها لكم برضو في صندوق الوصف بعد كده هجيب صنية او صاد الفرن اللي هو الكبير ده وافرش ورق زبدة بس لازم نخلي بالنا ندهنه زيت كويس جدا ندهنه زيت ورق الزبدة ندهنه عشان ما يلزقش يا بني بنحطه بقى في الفرن على مية وتمانين بس طبعا بنسويه حلو كده ونخليه آآ يتسوي كويس وبيبقى لطبقة رقيقة علشان ايه يبقى رفيع ما يبقاش سميك هيقعد في الفرن لحد لما هيتشمع يتشمع بقى ونلاقي ايه القوام ده ما بقاش سايب كده نفتح عليه يعني بعد تلت ساعة نبص كده كل واحدة حسب فرنه طبعا ونشوف كده لو تشمع يعني بقى القوام بتاعه متماسك هنعمل ايه هقولوك دلوقتي هنعمل ايه ان شاء الله تعجيب ولادكو كمان وتدوها لهم في بنسويه بقى يا بنات بالشكل ده كده اهم حاجة زي ما انتو شايفين شايفين بعد كده هيطلع بقى بالشكل ده هتشوفوا دلوقتي هيبقى شكله عامل ازاي طبعا لو عاوزين ترشوا عليه سمسم وحبة البركة مشاوزين براحتكو دي اختياري ده على الوش بس رشة بسيطة لما هيطلع من الفرن دلوقتي هنشوف شكله هيبقى عامل ازاي بقى بيبقى طحفة ممكن تكلوه طري لكن لو عايزينه مقرمش هقولكو تخلوه بيقرمش ازاي ده شكله بقى لما طلع من الفرن بصوا لونه دهبي وجميل جدا هنبتزي بقى احنا نشيله من ورق الزبدة بس الاول هنقطعه عايزين بقى نقطعه مربعات الاول بعد كده بالعرض هيبقى المسلسات وهو سخن كده بنقطعه وبعدين بنرجع نشيله من ورق الزبدة ونحطه تحت الشوية يتحمص كان نفسي اصمعكو صوت الارمشة بس الحقيقة اه في المونتاج الصوت وتمسح بس انتو حطوه تحت الشوية بعد ما اتطلعوا من الفرن هيتحمص ويبقى مقرمش وجميل اه بناخد بقى تاني بالعرض عشان نعمل الشكل اللي هو الدوريتوس بقى بتاع اللي هو الشكل المسلسات ده هحط لكم بقى كل فيديوهات المقرمشات في صندوق الوصف كلها جميلة وهتعجبكم جدا اللي عايز بالشروفان والعايز بالحمص كانت رائعة واللي عايز بالعدس واللي عايز بالزقيق الدرة واكتبوا في البحث برضو مقرمشات مطبخ ايمان هوتا فتطلع لكم كل انواع المقرمشات اللي انا بعملها بعد كده بقى هنشيل كل الكلام ده ونتدخل وتحت الشوية هيبقى مقرمش ورائع وان شاء الله لما هتجربوا الطريقة دي هتعجبكم انا آآ كتبال لكم كل المقازير آآ في اخر الفيديو بيطلع بالشكل ده ننسوش اللايك وسير واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات جديدة قريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر